شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة وزارية حوارية حول وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بإفريقيا وجهود مكافحة تغيير المناخ بالقارة ذلك استعدادا لقمة المناخ كوب 27 خلال فعاليات افتتاح مطمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة وأدار الجلسة الوزرية الحوارية جون ديفتريوس المذيع بقناة CNN وذلك بمشاركة كل من وزير المناجم والمحروقات بجمهورية غينيا الاستوائية ووزير الدولة للموارد البترولية بنيجيريا ومفوض البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الافريقية ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة اشتركوا في القناة